أعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل ثلاثة من حرس الحدود في منطقة جازان جنوب البلاد إسرى الشبكات عنيفة بين القوات السعودية ومقاتلي جماعة الحوسي وقوات صالح أثناء تصديهم لمحاولة تسلل لعناصر تابعة لجماعة الحوسي على الحدود أو عبر الحدود إلى السعودية ويذكر أن جماعة الحوسي أعلنت في وقت صادق عن قيامها بعملية عسكرية وصفتها بالكبيرة وعن سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية وفقا لمصادر إعلامية تابعة للجماعة